عقد مجمع اللغة العربية بالشارقة مجلسه اللغوي الثاني بعنوان برنامج في رحاب سورة الرؤية والرسالة تفاصيل الجلسة في التقرير التالي في رحاب سورة برنامج تلفزيوني يعرض على تلفزيون الشارقة يقدمه الدكتور محمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة ويحاوره الإعلامي سعادة محمد خلف حيث عرضت منذ يوليو عام 2015 حتى الآن أكثر من 380 حلقة وعليه جاءت اليوم هذه الندوة التي عقدها المجمع ضمن مجلسه اللغوي الثاني لناغش رؤية البرنامج ورسالته توافد على هذا اللقاء عدد كبير من اللغويين والأكاديميين والمشاهدين والمثقفين وتبادلنا أطراف الحديث حول فاعلية مثل هذه البرامج التي توقد جذوة اللغة العربية وتحيي البيان القرآني في نفوس أبنائنا وبناتنا الجلسة جاءت بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص كونه تسعى لإفادة المشاركين من المعلمين في المدارس الخاصة بما يقدمه هذا البرنامج في هذا اللقاء الرمضاني في رحاب القرآن الكريم ولا أعلى ولا أغلى على قلوبنا أن نجتمع لنتدارس ونتباحث ونتعلم وننتفع ونستفيد ونوظف كل هذا البيان الجليل في قرآننا الكريم داخل معاقل التعليم حيث الصفوف التعليمية والتدريسية دكتور محمد مستغامي بارك الله به أضاف إضافات كبيرة من حيث أنه أتى بنظر عام وكبير وشامل للقرآن الكريم وليس جزئي على نطاق المفردات المجلس اللغوي تناول أيضا طرورة تقديم برامج تلفزيونية كبرنامج في رحاب سورة تتناول السورة القرآنية بإسلوب يتعدى الشرح اللفظي لتحقيق أكبر فائدة من مضمون آيات الله الكريم تناول موضوع البيان القرآني في هذه الجلسة الرمضانية يتوائم مع فضائل هذا الشهر المبارك شهر القرآن لأخبار الدار سعود الكتب الشارقة اشتركوا في القناة